السلام عليكم أرجعت لكم من جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير يوم ان شاء الله نشارك معكم الكوتلات في الفرن بواحد تسبيلة اللي رائع رائع جدا نتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هات تسبيلة هذي لان انا متأكدة انها غدت نال الاعجاب ديالكم وواحدة الكوتلات فهما غد يعجبوكم وغد يعجبو الافراد الاسرة ديالكم بهات التسبيلة اللي قدعطيهم واحد المداق ولا اروع اذا كما كتوفو فكنحتاج واحد لكمية ديال ليكوتلات ومن الاحسن اكونوا دي كوتلات هكا اللي فيهم شوية ديال الشحمة لان الشحم كما كتعارفو هو اللي كيرطب لنا الحم امني كان طيبو يعني وليتي خليل لنا الطريق يعنى من الاحسن ما يكون شي ناشف اذا بالنسبة للتسبيلة فإحنا غد نحتاجوا القليل من الملح غد نستعملو كذلك الكامون بالنسبة للكمية يعني ديال هاتت هوبل احنا غنستعملو فهي قتبقى على حسب الكمية ديال ليكوتلات ليحنا غنستعملو تقدروا تعودوا بالإبزار الأسود أو للفلفل الأسود الحال سنستعملوا كذلك لمطارد أو الخردل سنستعملوا كذلك زيت الزيتون وآخر حاجة اللي كتنسم لنا هاد الكتلة بواحد طريقة ليزوين بساف هو الزعتر فغادي ناخدوا واحد الكمية كما قلت لكم على حسب الكمية ديال الكتلة اللي انتم معندكم وغادي نتحكوها هكا بين يديكم وضيفوها لهاد التسبيلة فغادي نخلطوا جميع هاد المكونات مزيان ومن بعد فاحنا غادي نتبلوا بهم الكتلة وأحسن حاجة يعني لكان عندكم الوقت أنكم تخليوا هاد الكتلة في هاد تسبيلة تقريبا على الأقل واحد ساعتين باش هكدا تيجي المدق ديالهم الديد أكتر بالحق أنا هنا ما كانش عندي الوقت فأنا استعملتهم مباشرة أو لطيبتهم مباشرة فهنا كما كتوفو بديش كانش رمل في الكتلة ديالي وتنقوم بالتسفيف ديالهم في واحد السينية اللي أنا غدا ندخلها إلى الفرن فأنا وضعت بعض الفصوص ديال توم بهذا الشكل هذا وضعت كذلك بعض الأوراق ديال موسى أو لورق الرند يعني كيحدة صراحة واحد لما ضعق هائل جدا لكتلة فكنغطي والسينية ديالنى سواء بالورق الخاص بالمطبقة غادي كون أحسن أنا صراحة ما كانش متوفر عندي الورق الخاص يعني سألالي فاقتصرت على البابي العميليوم وخ didns Authority ماشي صحي ولكن مرة مرة ما فيها بث سوف ندخله الى الفرن ولكن بلا ما نزيده حتى شي قطرة ديال الماء ومن بعد ما زولت البابي أليمنيوم كما كاتوفو فدوك الدهون ديال القوتليت فهما يعني كيتلقوه في الصينية هات يجيو رطبين بزاف وتيجي المطاق ديالهم رائع جدا هنا من بعد ما كنحسو بيهم بدو كيت تحمروا لينا ملتحت كيف ما كاتشوفو فعلا كما كاتشوفو ما تحمرون ملتحت فكنقلبوهم للجهة الاخرى باش عاودك ياخدوا هاد اللون الدهبي من الاسفل وسنقلبوهم كاملين سنخليهم غير الوقت اللي غادي تحمروا فيه وسيكونوا الليكوتليت جاهزين للتقديم فانتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الليكوتليت بهاد التسبيل الرائع جدا وسهلا بكياخدوش لنا بزافت يا الوقس وكذلك حتى في الطبخ يعني ملكا ندخله من الفرن فهما بسرعة كيطيبو تمنى ان شاء الله انكم تجربوهم واكيد غادي نالوا الاعجاب ديالكم وكما العادة ما تبخلوش عليها بالليكات والشاركو بالقناة الى كنت اول مرة كتشوفوها فما بقى لي نقول لكم غير كانت من لكم الخير من كل قلبي ندرب لكم موعد فيديو قادم وقريب ان شاء الله اللي باي باي